كثير مننا يتعرض لمواقف يكون فيها بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة خصوصاً عما إذا ما كانت هذه المواقف متعلقة بحياة شخص قريب لنا بعض المعلومات البسيطة التي نقدمها في هذه الفقرة قد تساعد في تعزيز ثقافة المشاهدين للقيام بالإصعافات الأولية واستدراك بعض الحالات الطارئة التي قد تواجهوا واحداً ممن حولنا حالتنا اليوم قد تشاهدونها موثقة بكاميرات الفيديو أثناء نقل مباريات كرة القدم عبر التلفاز حيث يتعرض بعض اللاعبين لحادثة بلع اللسان والتي قد تؤدي في بعض الأحيان لوفاة الأشخاص دعونا نتعرف على هذه الحالة وطريقة التعامل معها نسمع كثيراً في السنوات الأخيرة عن حالات بلع اللسان أو ابتلاع اللسان ولكننا لا نعرف ما السبب ربما البعض توفي بسبب هذه الحركة دون أن يعرف المحيطون به كيفية تقديم الإصعافات الأولية معتقدين أن هذه الحالة تحدث للإنذار بالموت فيقفون مكتوفي الأيدي ولعل الجميع رأى لاعب كرة القدم يسقطون أرضاً فجأة مع ابتلاع ألسنتهم دون أن يفهم أحد ما الذي يجب فعله يحدث بلع اللسان بسبب خلل في الجهاز العصبي مما يفقد اللسان التحكم في الأعصاب ويسبب ارتخاء في عضلة اللسان وما يحدث هو ارتخاء كامل لعضلات الفكين فيسقط اللسان في المجرى التنفسي مما يؤدي إلى عدم القدرة على تنفس الهواء ويحدث اختناق في حال حدوث هذه الحالة عليك تحريك المصاب ووضعه على ظهره بمساعدة المحيطين ورفع ضقن المصاب مع إرجاع الرأس إلى الوراء وإمساك جبهته بيدك ثم ادفع على جبهة الشخص أو فكه في هذه الحالة قد يعود اللسان إلى وضعه الطبيعي قم بتغيير وضعه واجعله مستلقياً على جانبه إذا عاد اللسان إلى مكانه قم بعمل تنفس صناعياً باستخدام الأنبوب الرغمي حتى يعود التنفس للمريض لكن كن حذراً لا يجب عليك تحريك اللسان بيدك لأن عضلات اللسان ليست بالسهولة التي نتوقعها فقد تسبب اختناقاً للشخص المصاب حاول أن لا تدخل يدك إلى اللعاب حتى لا يطبق الشخص بأسنانه على يدك وتتمزق تذكر أن الشخص المصاب ليس في حالة من الوعي لتذكره بأن يفتح فمه قم بهذه الإرشادات ريثما تأتي المساعدة الطبية من قبل المختصين